السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معنا في القناة حبيبنا جوه مصر حبيبنا برا مصر انه حبكم جميعا في الله كل عام وانتم بخير بمثابة هذا الشهر الكريم ان شاء الله بازن الله نكتهد فيه وان شاء الله ربنا يكتب لنا خير والصواب بازن الله اهم حاجة النهاردة عايزيني جواب عليها السؤال اللي يعني الذي يقرر مرارا وتكرارا اللي هو ازاي نخلي العصافير تنتج بكسافة وكمان في بعض المشاكل كده الناس بتسأل عليها بشكل مستمر زي ايه المشاكل دي اللي هو البيض اللي هو بيكون غير مخصب يعني البيض ما يكونش فيه تخصيب من الدكر النتاية مسلا بترمي البيض برا العش ساعات كتير قوي النتاية تبيض وتعود على البيض وترقد عليه ولما يجي البيض يفقس يجبس كل الحاجات دي وكل المشاكل دي بازن الله هنجوب عليها وكمان هنقولك ازاي تخلع صفيرك تبيض وتنتج بكسافة علشان يكون العش كله بيض وكله زغليل وباذن الله تستفاد جامد جدا جدا من الحلقة دي قبل ما نبدأ عايزين نعمل لايك جميل ونعمل مشاركة للفيديو ونشجع بعضنا على اننا احنا نجتهد وننجح في الهواية الجميلة اللي احنا بنحبها ويبقى عندنا احسن طيور في الدنيا يلا بينا نبدأ حلقتنا النهارة بصوا يا شباب اول حاجة هنتكلم عليها اللي هو ازاي نقدر نخلي العصافير تبيض بشكل جيد وانتاجها يكون جيد جدا جدا وكمان ما يكونش فيه اي مشكلة اثناء الفترة بتاعت الانتاج طيب بص يا غالي عندنا دلوقتي اول حاجة لازم تعملها لازم اختيار الازواج لبعضها البعض يعني لازم العصافير اللي احنا هنخليها تتجوز بعضها وناخد منها انتاج لازم العصافير دي تختار بعضها طيب ازاي بص يا غالي لو احنا عندنا مطار وحطين فيه الازواج نشوف كده ونبص بعينينا باستمرار على المطار ده اي عصفورة نحس ان فيه قلفة بينها وبين ذكر واتذكر نفس النظام نبدأ نركز على الجزدة يوم واتنين لحد ما نتأكد ان فيه توالف حصل بينهم ساعتها بنبدأ ناخد الجزدة ونحطه في قفص مناسب وبيبدأ الانتاج يبدأ الجواز دي بتبقى افضل جوازة عن تجربة طبعا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكو ده ده خلاصة التجربة في تيوري الزينة لسنوات عديدة جدا جدا لقيت ان احسن جوز تاخد منه انتاج كعدد فروخ وكالنطايا دبيضا عدد بيت كتير وان الدقر يبدأ يساعد النطايا في الرؤاد على البيض ركز شوف الرؤاد على البيض وكمان الدقر يبدأ يساعد النطايا في تأكيل الفروخ ويتنين حنيينين جدا جدا والنتايا مبتدربش الدقر ولا الدقر كمان بيدرب النطايا احسن جوازة ببفعة كل المواصفات دي لما تكون العصفير هي اللي مختارة بعدها طيب ازاي عام مناصر نخلي العصفير تختار بعدها واحنا مثلا عايزين ننتج طفرة معينة ما احنا يا غالي احنا قلنا عندنا مثلا المطار لو احنا عايزين ننتج نوع معين يبقى نخلي المطار ده كله النوع اللي احنا عايزين ننتجه بحيث لو حصل توافق بين اي دكر وانتاية يبقى كده الجوازة اللي احنا محددينها تمام يعني نفترض عشان خاطر برضوك لو في احبابنا المبتدئين بيسمعونا يبقى برضوك على دراية بتكلم اللي احنا نقوله لو افترضنا ان احنا مسلا عايزين نربي حاجة عين حمرة يبقى نخلي الطيور اللي في المطار كلها عين حمرة بحيث ان اي دكر يختار اي انتاية يبقى الانتاج بتاعهم عين حمرة يبقى دي جوازة موفقة وما فيهاش خطأ في التركيبة بتاعتها تمام تمام طيب احنا كده اتكلمنا على افضل جوازة طيب ينفع عن مناصر نجوز اه دكر وانتاية من غير ما هم يختاروا بعض ينفع وهيجوز وينتجوا هينتجوا بس ممكن تقابلك بعض المشاكل النتاية لما يكون تحتها فروخ ممكن تلاقيها بتبدأ تهاجم الدكر يعني ناس كتير جدا جدا اشتاكت اللي النطي عندهم لما كانت تحتها فروخ بدأت تفترس الدكر بتضربه في وشه وبتفضل تبهدله منطقة الفم ديت لحد ما الدكر يموت تماما هم بقى بيفتكروا النتاية ديت ايه شرسة لا النتاية دي مش شرسة هي الفكرة كلها ان النتاية دي حنينة وبتخاف على الزغليل وكمان الدكر اللي معاها ده تعتبر جوازة كده عابرة فمفيش وفاء فبالتالي فبتعتبره غريب فهو يجي يخش هو عشان يأكل عياله فبتبدأ النتاية تلتهمه وتفترسه وبساعتها بنخسر الدكر طيب تاني حاجة عشان بس الوقت ما يخدناش الفيديو طوله على حضراتكم عدم تغيير المكان يعني ما ينفعش انا دلوقتي اخترت ذكر ونتاية وعايز اخليهم ينتجوا ونهاردة حطهم في الصلة بكرة حطهم في البلكونة بعض حطهم في الانتريه بعض حطهم في قط النوم بعض حطهم في المطبخ كل النقل ده النقل الكتير ده بيدي للعصفير الشعور بعدم الامان فبالتالي النتاية مش هتحط اعز ما تملك في حياتها كلها اللي هو البيض ما اصلي اي حاجة اي كائن حي في الحياة بيبقى في حاجات غالية عليه فالعصفورة والعصفور ايه اللي غالية عليهم هو انتاجهم فبالتالي العصفورة مش هتحط انتاجها طول ما هي عما تتنقل من مكان لمكان اللي نمش حاسة بالامان فبالتالي نقل حضرتك للقفص مرارا وتكرارا دوت من دمن الاسباب اللي يخلي العصفير متنتجش عندك وعنك انت تقول ده أنا عندي دكر وانتاية وكبار وزي الفل وكمان متوالفين بس ما فيش بيض ما فيش بيض عشان حضرتك بتنقل القفص كتير او حضرتك مصدر ازعاج ليهم خلي بالك الحاجات دي كلها يا جماعة والله حاجات بسيطة بس بتفرق جامد جدا جدا عندنا تالت حاجة عايزين نتكلم عليها اللي هو ان احنا نجيب عش مناسب وقفص مناسب علشان نبدأ نخلي البيئة المحيطة للجوز يعني مثلا عندي دكر وانتاية واختروا بعض في المطار زي ما احنا اتكلمنا وبعد كده خدناهم عشان نحطوهم ما ينفعش بقى حطوهم في قفص عشرين سنتي في عشرين سنتي احنا قلنا البدجي النورمل ده بيشتغل في اي مساح بس يعني ادنى مساحة ادنى مساحة نحطها في اللي هو القفص اللي هو بيبه تلاتين ده تلاتين في تلاتين يعني ده يعني رفقم يا رفقم رفقم بالطيور دي ارواح والله هي ارواح بريئة فاحنا كل ما بنكبر القفص وبنخل القفص واسع كل ما احنا نستمتع بالطيور والطيور تستمتع بالمكان اللي هي قاعدة فيه تمام عندنا كمان ما ننساش ان احنا ممكن برضو نجيب قفص كبير ونجيب بسعيتها بيضة صغيرة لا زي ما جيبنا قفص كبير موسعنا على الطيور بتاعتنا ممكن كمان نجيب البيضة اللي هو صندوق الخشب اللي العصفورة بتخشت بيض فيه ونبدأ نجيب صندوق جيد مواصفاته جيدة زي اللي قدام حضراتكم في السورة ده يعني عيش بيبقى فيه باب من فوق وباب من تحت والمقاس بتاعه مناسب ما بيكونش حق ما ينفعش اجيب انا عيش عشرة صنط في عشرة صنط ده استحالة ينفع ده لما النتاية اصلا نتاية العصفير بتبيد من ثلاثة لعشر بيضات نفترض ان الخصوة بتاعتها جيدة والاتنين متوالفين على بعض وجابوا ثمن فروخ انت عارف ثمن فروخ والنتاية قاعد عليهم يبقى تسع ارواح في صندوق عشرة صنط في عشرة صنط ده نسبة الرتوبة بتاعت الفضلات بتيبقى قد ايه عارف ان ده درجة الحرارة جوه بتيبقى قد ايه فانت ممكن تخسر الانتاج ده كله وممكن تخسر الام ذات نفسها فبالتالي بنقول لازم يكون اه الصندوق او البياضة اللي احنا العصفير بتبيد فيها وبتفيس فيها على الاقل يكون مقاسها مناسب يعني ممكن ستاشر في عشرين ده مقاس جيد جدا فيما اكبر ستاشر في عشرين فيما اكبر زي الصندوق اللي ده حضرتكو ده وكمان لو كان فيه درج بلاستيك علشان نحمي الفروخ لما نيجي نفتح الباب الجانبي الفروخ ما تقعش مننا او البيض ما يقعش مننا فلو فيه طبق بلاستيك زي لحاداتكم شايفينه ده درج بلاستيك ده بيبقى حماية للفروخ والبيض والدنيا بتبقى جيدة وزي الفروخ طيب بعد كده بقى التغزية التغزية والفتامينات وطبعا دي يتباب كبير جدا جدا فاحنا لو كلمنا عليه عايزين عشر فيديوهات بس هنختصر التغزية والفتامينات بمنتهى البساطة كده يعني ناخد الخلاصة من الخبرة ونديها لحضراتكم في وقت الليل علشان وقت حضراتكم السمين التغزية انا ما بأكلش دنيبة الناس كتير قايت لي يا مناصر انت ليه مش بتأكل دنيبة بس يا غالي الاكل الاساسي بتاع طيور الزينة وخصوصا العصافير البدجي البلكم والفلارس والدنيبة اصغر حباية فيهم واكتر حباية بيبا فيها مشاكل اللي هي الدنيبة فاحنا عايزين نتجنبها ونشتغل بالبلكم والفلارس ولو جبنا بلكم وفلارس من حبوب جيدة مستواها جيد حجمها كبير احنا كمان وفرنا على تيورنا مجهود كبير جدا هتقول لي طب ازاي عم ناصر وفرنا على تيورنا مجهود كبير مع ان اصلا الحبوب دي غالية بص يا غالي بما ان احنا كده كده بالرب بارواح فاحنا ما ننفعش نستبخل عليهم طيب اتقول لي ايه يا الفلارس وايه يا البلكم النظيفة تجيب حباية نظيفة يكون حجمها كبير احنا عندنا البلكم فيه بلكم بلدي وفي بلكم امريكي مستورط لو جبنا البلكم الامريكي المستورط بتلاقي الحباية قد تلت حبات من البلكم البلدي طيب دي ايه لازمتها بالنسبة للعصفير العصفور لما بيجي يكون تحتيه فروخ واحدة بس وياخد نفس الكمية دي تيب احنا وفرنا عليه مجهود ازازة وفي نفس الوقت لما بيجي اكل الفروخ بتاحته الفروخ بتشبع باقل كمية ده الفكر او الفن فيه ان انت بتبدأ تعتني بتيورك باقل كمية حبوب العصفور بيقدر يشبع الام والشبع الفروخ بتاحته والدنيا معنا تيبقى زي الفل ده بالنسبة للتغزية طيب بالنسبة للفتامينات احنا عاملين في القناة مجموعة مكونة من اربع فتامينات وبنعرضها على حضراتكم بكميات اليلة عشان يكون سعرها مناسب وعشان اي حد ان شاء الله حتى لو عنده جوز واحد يقدر يتحصل عليها المجموعة دي بتكفيك ست شهور لو انت عندك ست جواز طب افرد انت عندها جوزين بس هتقعد معاك اكتر من سنة طيب الاكسبير الصلاحية بتاعتها بنتقعد سنة ونص فبالتالي احنا بنتعاون مع بعضنا في القناة وبنقدم الفتامينات دي فتامينات مضمونة مية في المية فتامينات مستوردة علشان العصفير عندك تنتج بشكل سليم طيب ينفع العصفير تنتج من غير فتامينات العصفير لو انت تجد من غير فتامينات ممكن تديك عشة او اتنين وبعد كده تقف الاحتياط بتاعها ينفز فبالتالي لازم نستشغل بالفتامينات كجرعة شهرية يعني الاربع فتامينات بند منهم في الشهر ونكرر الجرعة بتاعتنا كل شهر تمام ديت بالنسبة للفتامينات باختصار طيب بتقول لي ايه الفتامينات الفتامينات احنا عملنا عليها قبل كده فيديوهات كتير وهي باختصار والالف دالس ري هي والنيوفوس ايوني واللي هي سيلينيام تمام كده احنا كلمنا عن التغذية والفتامينات ناقص بقى نتكلم على الاهتمام بالمية المية لازم نهتم بيها كويس جدا جدا لان المية ديت اهم حاجة في القفص شوف المية اهم من الاتل ذات نفسه ليه المية ديت هي المصدر الاول والرئيسي لنقل العدوى للطيور طيب ازاي احنا عندنا المزقة اللي قدام حضرتكش زي ما انتو شايفينها كده لازم تكون نضيفة نضيفة طيب لازم نغير المية كل 24 ساعة عشان لو ما غيرناش المية كل 24 ساعة بتبدأ تتكون جوه المية تحالب خضرة ويبدأ تتكون البكتيريا وبالتالي بيحصل امراض المرض بيجي من البكتيريا اللي بتتكون جوه المية ذات نفسها فبالتالي لما انت تيجي تخسل المزقة وما بتخسلهاش كويس بيحصل ان البكتيريا ما بتطلعش في التنظيف اللي انت بتنظفه وبتفضل موجودة ويوم ورا يوم البكتيريا بتتقاصر وبيبقى في ملايين من البكتيريا يجي العصفور المسكين يجي يشرب بيبدأ يتحصل له نقص في المناعة يبدأ يحصل له تنشط بكتيريا السلمونيلا المعاوية يبدأ يجي له كوكسيديا امراض كتير قوي وهتخش في دايرة مغلقة وتفضل تعالج والمرض كامل جوه المزقة فعشان كده بنقول ان الماء تتغير كل اربعة وعشرين ساعة والمزقة بتاعتك لازم تتغسل بمطهر لازم تتغسل بمطهر كل اسبوع اقل حاجة اقل حاجة كل اسبوع لازم تتغسل بمطهر جيد جدا وكمان واحنا بنخسل المزقة كل اربعة وعشرين ساعة ياريت نجي بفرشة اسنان ونبدأ نشوف الحتة تتديقة في المزقة اللي هي في كعب المزقة دي ونبدأ بالفرشة ننظف كويس بحيس ان ما يكونش لازق فيها حالب او تعمل بكتيريا دي حاجة بسيطة جدا جدا ولكنها مهمة جدا 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 بعد كده الحاجة اللي هي يعتبر اخر حاجة هنتكلم عليها اللي هو الجو المناسب للفروخ وللكبار يعني ايه الجو المناسب يعني انا ما ينفعش ايكون عندي افز مربي فيه جزعة صفير وحطوه في البلكونة والشمس جاي علي ايه بشكل مباشر طيب الاهالي كده كده الشمس المباشر على العصفير لو كنا في الصيف وقت الزهيرة مفيش حتة يداروا فيها هتلاقيهم ماتوا ماتوا من الجفاف اجي لهم ضربة شمس تلاقي العصفير بتاعتك ماتت مرة واحدة طيب لو الشمس ديت جاي على البياضة والعصفير بتخش تستخبه وبدأت تستحمل العصفير الكبيرة وكمان بدأت تشتغل اتلاقي البيض ما بيفقس ليه الشمس الكتير ديت او الشمس المباشر على البيض بتخلي البيض يجف يجف من جوه فبالتالي نسبة الرطوبة بتبقى سفر فالبيض بيبوز قبل ما بتكون الجنين اصلا ما بتكونش جوه البيضة طيب نفترض ان احنا مثلا ربنا يصر لنا الحال وتم تفترض الرؤاد على خير والجنين تكون جوه البيضة وبعد كده فأس طيب الشمس المباشر دي بتخلي درجة الحرارة جوه البياضة جوه العش الخشب ده عالية جدا مع الفضلات اللي بتنزلها الفروخ فبالتالي التبخير من التعلمية من الفضلات دي بيبقى جتير جدا جدا فالرطوبة بتعلى فبيحصل ان الزغليل بتفتص دي حاجات بسيطة ولكن يشعر بيها المربي اللي عنده خبرة والمربي المبتدئ طبعا دي نحن بنقوله عشان نفهمه ونوعيه يبقى لازم الجو بتاعنا يكون مناسب بنحطش العصفير في الشمس وفي نفس الوقت برضو لو كان فيه طيار هوا ندار العصفير من طيارات الهوا طيارات الهوا هي الاخطر على الاطلاق اما الساعة ما بتضرش العصفير انما اللي يضر العصفير طيار الهوا السائع تمام طب هيجي واحد بقى يقول لي عن مناصر انا بص عندي جوز عصفير وما بعملش اي حاجة من اللي انت قلتها دي والعصفير عندي شغال هقول له زي الفل كل قاعدة لها شواز يعني احنا لو جبنا جوز عصفير والعصفير ان تجد عندنا في عش دايق في قفز دايق واحنا اللي مجوزينهم لبعض وما اختروش بعضهم وبنحطش فتمينات ممكن تشتغل اه والله ممكن تشتغل بس بالكتير اوه تديك عش او اتنين وتحصل مشاكل ملاش اول ولا اخر تلاقي البيت بدأ يبوز البيت يطلع فاضي اندكر ما بيخصبش ان نتائج البيت بتاعها بيجبس النتائج بتقومنع البيت بترمي البيت برة الريش بدأ يقع العيالهم بيطلعوا قرع من غير ريش كل ده ليه عشان الفائد الاحتياطي عندهم يخلص والعصفير محتاجة فتمينات وحضرتك منفض ومكبر تماغك تمام احنا كده الحمد لله يديرنا اللم النهاردة ازاي تبدأ باسباب بسيطة تخلى عصفيرك تشتغل وتنتج بكسافة وكمان اتكلمنا ان احنا لو عملنا الحاجات دي كده هنبعد عن المشاكل زي البيت المقعدة اللي مش مخصب والنتاج مش هترمو البيت برا لان النتاج عشان ترمو البيت برا العش يبقى البيت ده غير مخصب فاحنا لو اهتمينا بالتغذية والفتمينات واختيار الازواج لبعضها هيبقى البيت مخصب وهنخلص خالص من المشاكل دي وعملية كابس البيت طبعا احنا اتكلمنا على الجو ولو اهتمينا بالجو يبقى البيت بتاعنا مش هيكبس والفروقة تطلع عندنا زي الفل تمام طيب فلو رجعنا مع بعض محتوى الفيديو بتاعنا النهاردة والعناصر اللي احنا قلناها بتاع حوالي 6 عناصر اللي هو اختيار الازواج لبعضها البعض عدم تغيير المكان باستمرار العش والقفص المناسب التغذية والفتمينات الاهتمام بالمية والجو المناسب للفروخ وللكبار تمام يا رب يكون الفيديو عجبكم وكل المحتوى الفيديو دوت احنا عملناها كتابة في مقالة ورابط المقالة باسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مسبت تمام يا رب يكون الفيديو افتكم وزحياتي لكم وانه احبكم جميعا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليتني اقدر ليتني كنت غنيا حتى انفق ليتني كنت قويا حتى اعين ليتني اقدر ليتني اقدر ما اجملها من تمنيات ولكن هل يغير الحال باميات كلنا غني وقوي وقادر بما تجود به النفس على الآخر بما يميزنا نقدر بما نمتلكه نقدر بما يسعنا نقدر فلا يكلف الله نفسا الا وساعها وبوسعنا ان نغير ونقر